نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم دادوله على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعية منسوبة للبريد المصري وتستخدم شعاره بزعم بيع الطرود البردية في مزاد نظير مبالغ مالية وتطالب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية وأوضح المركز أن الصفحات المتداولة وهمية وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقا مشددا على أن كافة الطرود التابعة للبريد المصري تحكمها شروط وضوابط طبقا للقانون